اشتركوا في القناة وصية جامعة فباب جامع نتمسك به لو كنت أنت المسؤول وجاءك رجل حديث عهد بإسلام أسلم قبل أيام وقال يا رجل قرأت عن الإسلام كثيرا وسمعت عنه كثيرا وكثرت علي الأحكام فأعطني خلاصة وأعطني شيئا يمسك لي أحكام الإسلام بماذا ستجيبه؟ غالبنا سيجيبه بأركان الإسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج وتقول له هذه المهمات أمسك عليها وحافظ عليها والباقي يأتيك إن شاء الله مستقبلا مع الأيام العجيب في جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ذكر له أركان الإسلام ولا شيئا من الشعائر العظام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فباب جامع نتمسك به فانظر إلى الجواب النبوي لما قال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل دعونا نفهم الجواب أولا ثم نفهم مغزاه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عجيب طيب أين الصلاة أين الصيام أين الزكاة أين الحج أين أركان الإسلام أين الأحكام العظام أين تلك القضايا الكبيرة في الإسلام ذكر الله هذا الذي نقوله بلا وضوء ولا طهار ولا استقبال قبلة هذه الكلمات التي نرددها باللسان هو المطلوب الذي يجمع لي أبواب الإسلام شتات الإسلام أركان الإسلام أحكام الإسلام الجواب نعم هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هذا جواب النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا الوحي من الله جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل لاحظ ما قال له عليك بذكر الله لا ما قال له أكثر من ذكر الله لا جعل ذلك مبالغةً فقال لا يزال لسانك رطبًا اللسان رطب برطوبة الريق الذي في الفم سؤال متى يجف اللسان إذا أخرجته من فمك وأبقيته في الهواء وسيجف في كم من الوقت مباشرة إذا أخرجت لسانك من رطوبة الريق الذي في الفم وتعرض للهواء فما هو إلا ثوان معدودات فيجف اللسان قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبًا رطبًا يعني لا تجعله يجف ولا لحظة عجيب ما علاقة هذا بالسؤال إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فباب جامع نتمسك به أتاه عليه الصلاة والسلام من أقصر طريق وأقرب باب أي والله تريد أن تحافظ على الصلاة فلا تفوتك تريد أن تحافظ على صيامك فتكون فيه من المتقين تريد أن تستقيم على طاعة الله تريد أن تجاهد نفسك في الانكفاف عن الحرام تريد أن تكون عبدًا صالحًا تريد أن تكون مسلما كما أراد الله باختصار أكثر من ذكر الله كيف هذه؟ دلَّه عليه الصلاة والسلام على الأمر الجامع الذي يلُمُّ له شتات الإسلام من كل أبوابه لأنه باختصار من أكثر من ذكر الله أحبَّ الله ومن أحبَّ الله امتثل أمره ووقف عند حدود نهيه الرجل أو المرأة المسلم أو المسلمة إذا أحبَّ أحدهم ربه حبًا صادقًا ملأ جوانح قلبه من أحبَّ الله حقًا هل ينتظر أن يقول له وقت الصلاة قم صلي؟ لا هو سيقُم من فراشه من لذَّة نومه لأنه عبدٌ يحبُّ الله يسمع حي على الصلاة فيقدم حب النوم لا والله لأنه يحبُّ الله أي يبخَل بالزكاة مالٍ يُخرجُها إذا حال الحول لا والله هو إذا أحبَّ الله لا تسأل عن الواجبات هو قد استوفاها وانتقل إلى المستحبات يبحث عن رضا من أحبَّه قلبه خالقه ومولاه الطريق باختصار كيف تزرع حب الله في قلبك والجواب هو بكثرة ذكرك لله الكلام يبدو لنا بعيدًا غريبًا لأننا ما جربناه لكن لما نقرأ في سير السلف وأخبارهم وقبل ذلك في سيرة حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم والله يا إخوة نصاب بدهجة كيف عاشوا حياتهم حبًا عجيبًا لله عز وجل جعلهم يعيشون حياتهم ما كأنهم بشر وكأنهم تجاوزوا تلك المرحلة التي نعيش نحن في صراع مع أنفسنا نجاهدها على طاعة الله والانكفاف عن المحرمات والسبب أنهم ملأوا قلوبهم بحب الله دلَّه صلى الله عليه وسلم على أقصر طريق وأقرب باب الإكثار من ذكر الله فمن أكثر من ذكر الله أحبه ومن أحبه استقام على شريعته وانقادت له شرائع الإسلام كلها